مرحبا بكم احبائي ومرحبا بكم في فيديو جديد كانت منا كاملين يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والفعافية ان شاء الله اليوم ان شاء الله رجعت معاكم بوحد طبق اللي رائع غد نحضر اليوم السمك في الفرن بوحد طريقة رائعة وبتوابل مغيرة للمعتد كيف ما قنعرفو احنا الاغلبية قنحضر السمك بشرم ولا المغربية ولا تشرم اللي قنحضر في البوية ديالنا اللي قد تكون معدنوس والقصبور والتوما والتوابل ديالنا اليوم ان شاء الله غد نحضروا السمك ديالنا في الفرن بتوابل مغيرة وبالاعشاب المنسمة والطريقة الايطالية اليوم ان شاء الله غد تشوفوا معايا المقادر والطريقة ديال التحضير وان شاء الله اليوم ما غداش نحتاجوا المقادر تكون مضبوطة يعني كيف ما قنقولو عيننا ميزاننا كيف ما كيباليكم اول حاجة غد نحتاجها غد نحتاج الحوت اللي منقيا من قبل انا عندي هنية البرنزينوت تقدر انتم تديروا اي نوع عندكم ديال السمك ليوم ان شاء الله انا عندي هنية ثلاثة ديال الحوتات كيف ما كيباليكم غد نحتاج معها تقريبا واحدة ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم كيف ما غد تشوفوا كنت منك ابني تجربوا هالطريقة ان شاء الله غد تعجبكم صدقوني غد نديروا ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم اللي غد نقرضوهم قطع صغيرة بها الطريقة انا السمك راه درتلي شوية ديال الملحة من الداخل دياله دهنتوا بواحد شوية ديال الملحة غد ندير التوم حتى هو الداخل وغد نرش البقايا ديال التوم اللي بقت ليه غد نرشهاك في الجوانيب وغد ناخد البطاطي صلة البطاطا غد نقطع التايا دوائر هي اللي غد نديروا اليوم في السمك ديالنا انطبحت لحل انا يا هنيا ما درتش واحد الكيمية اللي معيانة تقدرون تنمضيفوا الكيمية على حسب عدد الافراد ديالكم او لا حسب عدد الافراد ديال الاسرة ديالكم غد نقطعوا البطاطيس دوائر غد نستفوهم في الجوانيب كيف ما غد تشوفوا معي طريقة الساهلة وغد تحضر في اسرع وقت كيف ما كيبال لكم غد نستفو البطاطيس غد نضيفو ورق سيدنا موسى ولا ورق الغار كيف ما كنقولو وغد نديرو دوائر ديال الحامض خضر ولا الليم والحامض غد نقطع تشي قطع صغيره غد نديرو في الدخل ديال السامك باش يتنسم اللي يحتمل داخل كيف ما كتشوفو في اخر لحدة ممكن نحضروا هات الطبق غد نديرو شيفو صوص ديالتو من اللي ما غد يشيكونوا مقشرين اختياري منك يتشوفو كي تكون فيهم واحدة نكهة اللي لديدة ومن طبعه الحال احنا عارفين كاملين الفوائد الصحية ديالتو وهنايا عندي اكل الجبال ولا اليازير غد ناخد منو واحد شوية غد نرشو على السطح اكل الجبال ولا اليازير كيتوات مع المدق ديال السامك ومن بعد غد نديرو واحدة الرشة ديال الفلفو الاسود ولا البزار كنتمنى تجربوا هات الطريقة خصوصا الناس اللي ما كتعجبوا مش بزاف ديال التوابيل كيجي واحد السامك اللي خفيف والديد غد نضيفوا واحد شوية ديال الملح كيفما كتلكم انا اراد هنت السامك ديالي من قبل من الداخل وغد نضيفوا شوية ديال زيت الزيتون وغد نضيفوا شوية ديال زيت المائدة غير شوية كيفما كيبال لكم هدواء السامك ديالنا تقريبا رهواجد دبا مبقى غير ندخله الفورن غادي نغطيه بواحد القاعد هاكده باش ما يقسحش ليه واللي بس يتقرمل وهاد الطريقة باش وجدتها السامك كان وجده بطرق اخرى ان شاء الله هندا با غادي نوريكم طرق مختلفين بعض المرات انا كندير الحوتة بحال هكده كنديرها في القاعد دياله الزبدة ولا ورق الفورن وكندير عليه الطماطم كندير البطاطيس وكندير نفس البيلة اللي درنا من قبل كيفما كيبال لكم كيجي على هاد الشاكل انا اعطيتكم تصاور كانوا عندي موجدين من قبل انا غا نوريكم الطريقة دياله وهذا النوع الاخر انا ما درتش فيه البطاطيس درته غير بوحده بالاعشاب نفس الطريقة وهذا نوع ديال السمك اللي انا درته معه تشرمي للمغربية والخضر انا وريتكم هاد الطرق باش انتم تختاروا اللي عجبكم وممكن تنوعوا في الاطباق ديالكم وغادي نديروا الحوت ديالنا في الفورن حتي تحمر ومن بعد غادي نجزوا نشوفوا الطبق النهائي وهذا الشكل ديال الطبق ديالنا النهائي كانت مني يكونوا عجبكم هذا السمك ديالنا من اللي يطيب من اللي يطيب انا كنعرع لي شوية القاعد هكدا باش تحمر لي البطاطا وتولي لي فيها شوية ذاك الكولور كيفما كيباليكم دهب ومنخليه وش ليحوت حتي تقرمل هكدا باش يعطينا النكها دياله ويبقى لنا ديف التعليكة دياله كيفما كيباليكم كيجي واحد طبق اللي رائع كانتمنى يكون عجبكم ووراقكم ممكن تطيفو حتى الطماطم علاش الله كيفما وردكم في الصور اللي من قبل كيجي واحد طبق اللي هائي لما فيش بزر ديال التوابيل وكتجي نكها ديال السمك الاصلية كيفما كتعرفو مني كنكترو التوابيل راه كتتغير لنا نكها كنتمنى الفيديو ديال اليوم ما يكون راقكم وعجبكم وديرو جيم وما تنسوش تديرو ابوني الى عجبتكم القناة وما تنسوش تكتبو لنا في التعليق وتقولو لنا الاراء ديالكم في هذا الطبق والاطبق اللي كانت من قبل وما تنسوش تباختاجوا مع الاصدقاء ديالكم وفعلو دائما زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد لفيديوهات ديالي ووصلت معاكم نهاية الفيديو تنتمنى نلقاكم بخير على خير في فيديوهات مقبلة ان شاء الله ودعموني دائما في القناة ديالي وان شاء الله مازال غنعتيكم اكتر واكتر ووصلت معاكم نهاية الفيديو سنتمنى نلقاكم بخير على خير في فيديوهات مقبلة السلامة